اشتركوا في القناة قريبة في التقليل بإمكاني تغيير نظرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه أجل كنت أسخر من هذا وذاك لم يسلم أحد مني حتى شلتي صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللارعة تلك الليلة صخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في الصوت والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر تعثر وانطلقت ضحكتي التي دورت في الصوت عدت إلى بيتي متأخرا وجدت زوجتي في انتظاري كانت في حالة يرتالها أين كنت يا راشد قلت في المريخ ساخرا عند أصحابي قطة كانت في حالة يرتالها قالت والعبرة تخنيقها راشد أنا تعبة جدا الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا سقطت دمعة صامتة على جبينها أحسست أني أهملت زوجتي كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي خاصة أنها في شهرها تاسع خاصة زوجتي الآلام يوما وليلا في المستشفى حتى رأى رفلي النور لم أكن في المستشفى ساعتها تركت رقم هاتف المنزل وخرجت اتصلوا بي حتى تعلموني الخطأ ففعلوا اتخلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم حين وصلت المستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة أي طبيبة المهم الآن أن أرى ابني سالم لا قد من مراجعة الطبيبة قالوا لي أجابتني موظفة الاستقبال بحزن صدمت حين عرفت أن ابني به تشوفه شديد في عينيه ومعاقم في بصره تذكرت المتسول قلت سبحان الله كما تريد تدان لم تحزن زوجتي كانت مؤمنة بقضاء الله راضية طالما نصحتني طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين كلا هي لا تسميه تقليدا بل غيبة ومعها كل الحق لم أكن أهتم بسالم كثيرا اعتبرته غير موجود في المنزل حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه لحظة لا تظنوا أني أكرهه أنا لا أكرهه لكني لم أستطع أن أحبه أقامت زوجتي احتفالا حين خطأ خطواته الأول وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرض كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم حتى بعد أن أجربت عمرا وخالدا مرت السنوات وكنت لاهن راقل غرطني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوق مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم لم تيأت زوجتي من أصلاحي كانت دائما تدعو لي بالهداية لم تغضب من تصرفاتي الرطائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته كبر سالم ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقين لم أكن أحس بمرور السنوات أيامي سواء ليلي ونهار عمل ونو طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحارية عشرة ضررا ما يزال الوقت مبكرا أقول لكن لا يهم أخذت دشا سريعا لبست وتعطرت وهممت بالخروج استوقفني منظره منظر سالم كان يبكي بحرقة إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذكوان غفلا أخرج أم أرى مما يشك سالم قلت لا كيف أتركه وهو في هذه الحالة أهو الفضول أم الشفقة لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع فوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يترى اكتشف أن ابني يهرب مني فالآن أحسست به أين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته وقر أن يخبرني في البداية سبب بكائه وتحت إصراري عرفت السبب تأخر عليهم شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوثله إلى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم ألا يجد مكانا في الصف الأول ناد والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على خمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه وأكمل حينما بكيت يا سالم لا أعلم من الذي دفعني لأقوله سالم لا تحزن هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد أجاب سالم أكيد عمر ليتني أعلم إلى أين ذهب قلت لا يا سالم أنا من سيرافقك أنا من سيرافقك استقب سالم لم يصدق ظن أني أسخر منه عاد إلى بكائه مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده أردت أن أسله بالسيارة رفض قائلا أبي المسجد قريب أريد أن أخطو إلى المسجد فأني أحتسب كل خطوة أخطوها يقول لا أذكر متى آخر مرة دخلت فيها المسجد ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجده هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فرقت طوال السنوات الماضية مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين إلا أني وجدت لسالم مكان قصطف الأول استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبك بعد انتهاء الصلاة طالب مني سالم مصحفا استغربت كيف سيقرأ وهو أعمى هذا ما ترد في نفسي ولم أصبح به خوفا من جرح مشاعره طلب مني أن أفتح له المصحف على سورة الكهف نفت ما طلب وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة الصورة يا الله إنه يحفى صورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي أمسكت مصحفا أحسست برعشة في أوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني هذه المرة أنا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فردت ولم أشعر إلا بيد حنونة تمسح عني دموعي لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطره عدنا إلى المنسل كانت زوجتي طلقة كثيرا على سالم لكن قلقها فحول إلى دموعي فرح حين علمت أني صليت الجمعة مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء الثوء وأصبحت إلى رفقة خيرة عرضتها في المسجد ذقت ضعم الإيمان عرضت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا لم أفوت حلقة ذكر أو قيام فتمت القرآن عدة مرات في الشهر وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات ضطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي والسخرية من الناس أحسست أني أكثر قربا من أسرتي اختفرت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تضل من عيون زوجتي فالابدسامة ما عادت تفارع وجه ابني سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نحتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية تردت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت أن أرفض لكن حدث الأس طرحت كثيرا بل شجعتني حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بالدراعيه الصغيرين فرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بسرعة أسرع مما تصور تغيبت عن البيت ثلاثة أشهر كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي أحدث أبنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت أكثر لسالم ثمانيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي وتقبله كانت تضحك حين تسمعوني أقول هذا الكلام إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع محكتها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله أخيرا عدت إلى المنزل طرقت الباب تمنيت أن يفتح سالم لي الباب لكن قل جئت بابني خالد الذي لم يتنجاوز الرابعة من عمره حملته بين دراعيه وهو يصيح بابا بابا انقبض صدري حين دخلت البيت استعدت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء تتغير فيها تأملتها جيدا إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها سألتها ما بكي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيتم للحظات قلت لها أين سالم خفض رأسها ولم تجرب لم أسمع حينها ثوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة قال أبي إن سالم راح إلى الله من جنة لم تتمالك ثوجتي الموقف أجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة عرفت بعدها أن سالم أصابته الحمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين أخذته زوجتي إلى المستجفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روعه الجسم أحسست أن ما هدف ابتلام وخطار من الله أحسست أن ما هدف ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى وحست بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج لم يكن أعمى لم يكن أعمى أنا من كنت أعمى حين انسقت وراء رفقة السوء ولم يكن سالم أعرض لأنه استطاع أن يسنك طريق الإيمان رغم كل شيء لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة الوازعة سالم الذي امتلعت يوما عنه ابتده اكتشف أني أحبه أكثر من أخواني بكيت كثيرا وما زرت حزينا كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديك كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديك اللهم تقضي سالك لرحمتك اللهم إنا نسألك الزباد موسيقى 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 موسيقى